بعد أول انذارات لمناطق داخل العاصمة اللبنانية بيروت شنت إسرائيل سلسلة غارات على وسط المدينة وفق ما أفادت مصادر أمنية لبنانية لرويترس فيما أعلنت مصادر رسمية مقتل عشرة أشخاص على الأقل انذارات الأخلاق نشرها المتحدث العسكري الإسرائيلي أفخاي أدروعي على منصة إكس لأبنية محددة في أحياء رأس بيروت والمزرعة وامسيت با وزيقاق البلاط أدروعي دعا السكان إلى الابتعاد لمسافة خمسين متراً عن تلك الأبنية واصفاً إياها بأنها منشآت تابعة لحزب الله مبيناً أن إسرائيل ستقصف الطوابق المحددة التي تقع فيها البنى المحددة للحزب بدورها قالت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الجوية الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن عشرة أشخاص في وسط بيروت الثلاثاء وذلك في عقاب أوامر الإخلاء الإسرائيلية التي شملت تلك المناطق للمرة الأولى على الإطلاق في المقابل نفى حزب الله أن يكون له مراكز في المناطق التي استهدفتها إسرائيل وسط بيروت مساء الثلاثاء بحسب ما صرح به النائب اللبناني عن الحزب أمين شري ونفذت إسرائيل في وقت سابق غارة على منطقة نويري المكتظة بالسكان في العاصمة اللبنانية دون إصدار إنذار بالإخلاء وقالت وزارة الصحة اللبنانية أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم في الغارة كما أنها شنت بعد ذلك بدقائق ما لا يقل عن عشر غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت موسيقى